مجلس القوميات الحكومة في أوكرانيا دكتور عماد ابن روب شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات سيادة العقيد بالنسبة للصاروخ الذي أطلقه الروس على مدينة دينيبرو هو كي اتش اثنان وعشرون أوكرانيا قالت بأنها لا يمكن أن تسقط هذا الصاروخ كيف نفهم الضربة هذه من الروس وهل بالفعل الأوكرانيون جادون بالحديث عن عدم القدرة على إسقاط هذا الصاروخ أوكرانيا الآن وبعد أن أثبت مقاتلوها جدارتهم وكفاءتهم في الحرب مما يعني أعطى ثقة كبيرة جدا لأمريكا وللغرب عامة بالإغداق بالأسلحة لأنها بأيدي قادرة على استعمالها بالصورة الصحيحة زيلنسكي لاحظ أنه يحاول دائما جلب أكبر عدد ممكن من السلاح المضاد لذلك عندما يقول أوكرانيا صرحت أنها أطلق عليها 210 صواريخ من طراز كي إتش 22 الروسي ولم تتمكن من إسقاط أي صاروخ منها صحيح أن الصواريخ الكي إتش 22 غير دقيق بالإصابة يعني نسبة إنحراف تصل إلى مئات الأمتار أحيانا وهذا يعني نقطة ضعف كبيرة جدا في هذا الصاروخ لكن روسيا التي لجأت إلى الحرب القذرة وأنا يعني أؤكد أن القصف البعيد لروسيا باتجاه أوكرانيا هو مصنف في الحرب القذرة لذا يعني تطلب أوكرانيا المزيد من المضادات لإمكانية الدفاع عن منشآتها الحيوية سوء 57 أحدث طائرات الترسانة الروسية وزارة الدفاع البريطانية تقول بأن سلاح الجو الروسي بدأ بالاستعانة بهذه الطائرة الشبحية القادرة على التخفي كيف نفهم هذه الخطوة هل نحن يعني قريبين من مصار جديد في الحرب الشو خوي 57 الحقيقة هي ليست فقط قادرة على التخفي هي طائرة متطورة بدون شك يعني لكن الخطورة فيها أنها تستطيع إطلاق صواريخ بعيدة المدى جو أرض بعيدة المدى هذه خطورة هذه الطائرة لكن كتأثير على يعني جوهر الحرب ومجريات الحرب الكاملة بندان فقط هما القادران على التغيير مجرى المعركة البند الرقم واحد هو العسكري على الأرض هذا يعني مؤجد الجندي الجندي على الأرض المقاتل على الأرض هذا يعني عليه نعول نصف المعركة على حد أدنى أما النصف الثاني فهو للقصف بالصواريخ الباليستية عن بعد وتدمير المنشآت ويقابله إمكانية صد هذه الصواريخ وتفجيرها في الهواء واستنزاف العدو أما بالنسبة لي مثل الطائرة 57 أصلا هي السوخوي 57 التي دخلت الآن في الخدمة بحسب معلوماتي لا تتجاوز عشر طائرات يعني التي جربت ودخلت الخدمة سلمت يعني لي الجيش وبالتالي بشكل عام يعني دخول مثل هذه الطائرات سيكون له تأثير لكن ليس التأثير الذي يغير مجرى المعركة لأنه سيكون تأثير أقرب إلى التكريك اشتركوا في القناة